استمر المستنصر الذي تولى وهو ابن سبع سنوات كما ذكرت توسعت الدولة في خلافته أو في فترة حكمه يعني حلاء إن سلطانه كان بيشمل بلاد الشام وفلسطين والحجاز وسقالية والشمال إفريقيا بل خطب له في بغداد مع إن بغداد دي كانت معقل الدولة العباسية لأننا عارفين إن الدولة العباسية قامت سنة 132 وكان السقوط 656 لكن بنقول إن المستنصر بالله فعهده توسعت الدولة الفاطمية حتى إنه فعلا سنة 450 هجريا كان يخطب له أحيانا في بغداد لمدة عام يعني بعض الخطباء في بغداد معقل الدولة العباسية فشب بقى كيف امتد سلطان المستنصر بالله وقعت في يعني عهد المستنصر أحداث كثيرة جدا لكن أهم حدث في الفترة التي حكمها المستنصر بالله كانت الشدة والمجاعة التي وقعت مجاعة لم يسبقها مجاعة مجاعة لم يسبقها مجاعة مثلها يعني تخيل ابن خلكان لما تكلم عن المجاعة اللي كانت في عصر المستنصر وطبعا المؤرخين سموها الشدة المستنصرية اللي استمرت سبع سنوات عجاف فعلا يعني مرة على المصريين أو على غيرهم سبع سنوات عجاف فعلا عجاف ابن خلكان بيقول إن المجاعة دي لم يتعرض لها النصريون منذ زمن يوسف عليه السلام حضرتك بقى تخيل إن المؤرخ الكبير ابن خلكان بيقول إن المجاعة دي لم تتكرر منذ ولم تحدث إلا من عهد يوسف عليه السلام يعني لم يعيش المصريون مجاعة كما عاشوا المجاعة التي كانت في عصر المستنصر والمعروفة بالشدة المستنصرية كتير من المؤرخين كلموا عن الشدة المستنصرية وعن المجاعة وعن الغلاء الذي يعني حدث وعن ارتفاع الأسعار وعن اختفاء القمح وعن اختفاء الخبز وعن الأوبئة والأمراض التي انتشرت طب يا ترى إيه سبب المجاعة يعني الشدة المستنصرية دي عنوان كبير جدا في عصر المستنصر بالله عنوان كبير جدا في عصر الدولة الفاطمية إيه اللي خلى في مجاعة ما الذي حدث عندنا عدة أسباب أولا انخفاض منصوب النيل ده كان من ضمن الأسباب ضعف سلطة الخلاف خليفة ضعيف لا يستطيع أن يدير أمور الدولة استلاء الأمراء على الدولة إن الأمراء كانوا بيستغلوا المنصب وكانوا يعني يأخذون الأموال بالباطل من خزانة الدولة ولذلك سأت الأحوال وانتشرت الأوبئة وانتشر الفساد في عصر المستنصر في أيام الشدة المستنصرية تخيل إن المؤرخين يعني يقولون أن رغيف الخبز الواحد أيام الشدة المستنصرية كان بخمسين دينار رغيف الخبز الواحد أيام الشدة المستنصرية كان بخمسين دينار ترجمة نانسي قنقر